اهلا بكم في الدرس الثاني من منهج التاريخ للصف الاول الثانوي مصادر دراسة التاريخ وخلينا نبدأ الدرس برضو بسؤال هنتوصل لإجابته لما نخلص الدرس يلا بينا نعرف ايه هو السؤال السؤال اللي هنبدأ بيه هو كيف نتوصل الى الحقائق التاريخية وندرس الحضرات ازاي بنعرف اللي حصل في التاريخ ونصدق انه ده حقيقة ولا ازاي بيتم دراسة الحضرات يلا بينا نبدأ درسنا في البداية الاهلاف اللي احنا هنتعلمها في الدرس دوت هي ازاي ان احنا نتعرف على مصادر الحضرات ونعرف اهميتها ونقيمها على حسب اهميتها ازاي نقدر نفرق بين انواع المصادر وازاي بيتم توظيف المصادر في دراسة الحضرات يلا نبدأ مصادر دراسة الحضرات بيهو بتنقسم لكسمين رأسيين هما مصادر اولية ومراجع المصادر الاولية هي الاثار النكوش البرديات الاستراكا النكوض والمسكوكات وكتابات المؤرخين القدمة اما المراجع بتنقسم ليه كتابات الفلاسفة كتابات الشعراء والاساطير في البداية خلينا نتعرف على المصادر الاولية المصادر الاولية هي كل حاجة اتكتبت او اتناقشت في الوقت اللي حصل في الفعل اي حاجة تسجلت من الوقت الحدث نفسه تمام خلينا نشوف اول نوع من المصادر الاولية للتاريخ اللي هي الاثار الاثار دي المصدر الرئيسي لدراسة الحضرات وبتشمل كل حاجة لسه فضلة من الازمنة القديمة زي ايه؟ زي الاهرامات والمعابد والاثار اللي بيلقوها اثناء الحفر في المناطق الاثارية اللي بتكون زي التمثيل او المميوات تاني حاجة عندنا هي النقوش النقوش دي هي برضو من المصادر الاولية لدراسة التاريخ وبتشمل كل الرسومات والكتابات اللي بلقيها مدونة على مواد صلبة زي الحجر او الرخام او المعادن زي البرونز مثلا والخشب والثلصال وبتنقسم لنوعين النوعين دولت هم النقوش الغائرة والنقوش البارز النقوش الغائرة دي زي حجر باليرمو حجر باليرمو عبارة عن لوحة كبيرة من حجر الديورانت الاسود وطولها حوالي مترين وارتفاعها حوالي 70 سنتي لقوها في منف وكثب عليها اسماء جميع من حكموا مصر من عصر ما قبل الاسرات وحتى ثالث ملوك الاسرى الخمسة وكمان تسجل عليها اهم الاحداث سواء كانت حروب او قمت معابد او التماثيل الكبيرة اللي اتعملت في الوقت ده وكان ليها اهمية خاصة وهي دي صورة حجر باليرمو بعد كده عندنا النقوش البارزة النقوش البارزة دي زي صلاية الملك نعارمر وهي عبارة عن لوحة من حجر الشست الاخدر وفيها رسومات برزة من قدامه من وراء وبتصور الملك نارمر او نعارمر وهو بيضرب الاعداء وهو مناظر الجنود واشكار رمزية تانية من الدولة الاديمة والاسرة الاولى سنة 3200 قبل الميلاد وصلاية نارمر هي اللي في الصورة هنا تالت حاجة عندنا هي البرديات البرديات دي هي المادة الوثائقية المكتوبة هي الكتابات اللي كانت موجودة اللي فضلت لنا اللي تسجلت في زمان في العصور الاديمة فهي عبارة عن وراء مصنوع من نبات البردي وهي تعتبر مصدر يعني مهم جدا لكتير من جوانب الحضارة لان كان بيتسجل فيها حاجات كتير وكانت هي الحاجات الرئيسية اللي بيتكتب فيها من اهم البرديات اللي موجودة دلوقتي او اللي لسه موجودة عندنا من العصور التاريخية هي برديات إيبريس الطبية وهي تعتبر اقدم مخطوطة علمية محفوظة وقدمتها الحضارة المصرية وهي مرجع مهم للامراض البطنة وامراض العيون والجلد والاطراف والنسا وبعض الجراحات كمان فيها مصطلحات بخصوص التشريح وعلم الفيسيولوجي والعلاج بعد كده عندنا رابع نوع من المصادر الاولية للتاريخ وهي الاستراكا الاستراكا هي عبارة عن كسرات الفخار والاحجار المكتوب عليها وبيسموها الناس شأفة ودي كان بيتستدموها في مختلف اشكال الحياة لان هي كان سهل ان الناس تقدر تحصل عليها لما كان بيكسر اي حاجة معمولة من الفخار وكانوا بيستخدموها كايصالات او بيكتبوا عليها جوابات او يتدربوا عليك كتابة وكانت اهم للطبقات اللي بتستخدم الاستراكا هي الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة لان ورق البر دي كان سير مكلف جدا بس الاستراكا كان بيبقى سهل انهم يحصلوا عليها في الصورة هنا موجود قطعة من الاستراكا زي ما انتوا شايفين عبارة عن جزء مكسور من حاجة كانت من الفخار واتكتب عليها بعد كده عندنا خامس نوع من المصادر الاولية وهو النقود والمسكوكات النقود والمسكوكات عبارة عن قطعة معدنية بيبقى عليها الختم بتاع السلطة الحكمة اللي هي بتضمن وزنها ودرجة نقاء المعدن بتاعها وهي من مصادر دراسة الحضارات اللي هي ويعتبروها مادة مؤرخة لان من خلالها بيقدروا يحددوا فترة الملك اللي كانت العملة دي مقودة في عهده فهي بتستخدم لان هي تحدد العصور التاريخية والحالة الاقتصادية للبلاد عن طريق نوع المعدن ودرجة نقاءه والاحداث السياسية اللي حصلت وبيبقى عليها صور الملوك والحكام في الفترة اللي كانت مقودة فيها عندنا برضو الجزء لازم نعرفه اول ناس قاموا بسك العملة هم اهل ليديا في اسيا الصغرى في الجزء السادس عندنا او النوع السادس من المصادر الاولية هو كتابات المؤرخين القدماء زي هردوت هردوت زار مصر وكتب عنها في كتابه تمحيص الاخبار والكتاب دوت فيه تسع اجزاء هو خصص الجزء الثامن منه عشان مصر واتكلم فيه عن الجغرافيا بتاعة مصر والمدن والاحداث التاريخية اللي حصلت واللي مرت بيها واعمال الملوك ومظاهر الحضارة اللي حصلت في مصر تاني مؤرخ كتب عندنا هنا مانيتون السمنولي مانيتون السمنولي ده هو اول مؤرخ مصري قديم حاول كتابة تاريخ مصر واللي قدامنا في صورة هنا هو هردوت وبكده نكون خلصنا المصادر الاولية ونبدأ نشوف المراجع المراجع هي المؤلفات اللي كتبت بعد مرور سنوات عديدة على وقوع الحدث يعني ما كتبتش زمن الحدث لا ده شخص جه بعد ما الحدث عد عليه فترة طويلة ده كتب عنه واعتمد في الكتابة بتاعته على المصادر الاولية اللي اتكلمنا عن هادي الوقت وكانت بتشمل كتابات الناس المتخصصين والباحثين اللي معصروش الاحداث دي بس اعتمدوا على المصادر الاصلية وكتبوا مؤلفات وبحوث او مقالات علمية قلنا قبل كده ان المراجع بتنقسم لي اول حاجة كتابات الفلاسفة زي مين؟ فلاسفة زي سكرات وارستو وافلاتون في بلاد اليونان وعندنا هنا صورة بتوضح سكرات تاني نوع من المراجع هو كتابات الشعراء كتابات الشعراء زي الحاجات اللي هومروس كتبها وهمروس ده شاعر اغريكي هو كتب الاليازة والاوديسيا ودولت بيعتبروا من المصادر التاريخية اللي بنقدر نجيب منها المعلومات السياسية والاقتصادية والحضارية عن بلاد الاغريك زمان في الصورة هنا الشاعر هومروس تالت نوع معانا هو الأساطير الأساطير بتبقى عبارة عن حكاية عجيبة وخركة للعادة وبعد كده تغيرت وتطورت وبقت كل الناس عارفينها ورددوها فبقت جزء من تراث شعبي الناس كلهم بيبقوا عارفينها فهي تعتبر الأساطير جزء من التراث الشعبي ومصدر أدبي بيعكس كتير من صور الحياة الاجتماعية والسياسية وفيه عندنا أهم أساطير معروفة قصة التوفان في بلاد العراق القديم وقصة إزيس وإزوريس في مصر القديمة آخر حاجة معنا هو سؤال عايزين ننهي بيه درسنا وهو أذكر أهمية المصادر الأولية والمراجع دولة بتتمثل أهميتهم في أنهم بيععدوا من إنتاج الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة ومصادر لتوثيق المعلومات والأحداث التاريخية وخلينا نعرف حاجة يعني حاجة فرق بين المصادر الأولية والمراجع المصادر الأولية بتكون أكثر دقة وبتكون معصرة للأحداث في وقت تحدثها أما المراجع بتكون متوفرة وسهل إن إحنا نلاقيها وبتكون في بعض الأحيان بديل عن المصادر الأولية المفقودة اللي محدش عارف يلاقيها بكده نكون خلصنا درسنا يلا بينا نشوف أسئلة على الدرس تخيار الإجابة الصحيحة تعتبر نقطة مكسرات من الفخار المكتوب عليها ها الإجابة هي النقود ولا الأستراكا ولا النقوش برافو جدا هي الأستراكا قام الشاعر بتأليف الإليازة والأوديسيا سكرات هوميروس نعرمر مين الشاعر الآن بتأليف الإليازة؟ ها أيوة تمام صح برافو عليك الشاعر هوميروس صح أم خطأ؟ الإليازة والأوديسيا من المصادر الأولية للتاريخ غلط ليه؟ لأن هي من المراجع أول من سكر عملة هم أهل ليديا في آسيا الصغرى؟ طبعا الجزء ده إحنا عرفناه لما عرفنا عن النقود والمسكوكات اللي هي من المصادر الأولية للتاريخ وعرفنا إن من أول ناس هم قاموا بسكر عملة هم أهل ليديا فهنا الإجابة صح من النقوش الغائرة صلاية نعرمر ها أيوة أيوة تمام العبارة دي عبارة خاطئة ليه؟ لأن صلاية نعرمر من النقوش البارزة من أنواع البرديات في مجال الطب بردية تورين ها أيوة سمعك؟ لا لا الإجابة المراضي غلط ليه؟ بردية تورين مش بردية في مجال الطب البردية اللي في مجال الطب هي بردية آيبرس شكرا جدا ليكم وبكده يكون خلص الدرس بتاعنا لو فيه أي سؤال ممكن تسيبوه في التعليقات شكرا ليكم جدا